علقت واشنطن على حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود الكورية الشمالية وقالت إنه عرضي وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الطلقات النارية أطلقت من كوريا الشمالية باتجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح والتي تقسم شبه الجزيرة والتي يعتقد أنها كانت عرضية لأول مرة منذ خمس سنوات أطلقت كوريا الشمالية النار بشكل مباشر على كوريا الجنوبية حيث أصابت برجا للحراسة ببلدة إتشورون الواقع بين البلدين رد كوريا الجنوبية جاء من خلال رصاص تحذيري وبث إعلان بينما حاولت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي الاتصال بكوريا الشمالية عبر الخط العسكري الساخن لمعرفة سبب إطلاق النار الذي لم يعرف فورا تأتي الحادثة بعد يوم من ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المختفي منذ ثلاثة أسابيع في حفل افتتاح مصنع للأسمدة قرب العاصمة بوينج يونغ هذا وآثار اختفاء الزعيم الكوري الشمالي عن الحياة العامة عدة تكهنات حول صحته وكان من رجع احتمالية وفاته وتوقع ظهور خليفة له تخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين تدخل ضمن الاتفاقات التي توصل إليها رئيس كوريا جنوبية مون جاين ونظره الكوري الشمالي في القمة التي عقدت في بوينج يونغ عام 2018 حيث تسعى كوريا جنوبية إلى جعل المنطقة منزعة السلاح بين البلدين منطقة سلام ترجمة نانسي قنقر